الضيف دلوقتي في بيت العيلة لازم طبعاً هنقوله تشرفنا بس هنقوله أكتر عن نفسي أنا كل شوية هقوله حصل لنا الرعب حصل لنا الرعب شغلته هو ما بيخافش منها أبداً إنها بالرغم من كده لما تعرفوا شغلته هو مرة تخاف مرة تخط البيت والأصدقاء والحب والغرام والريمونسية برضو هنتكلم فيهم وحتكلم من غير مخاف أهو قعد أهو وأهلاً وسهلاً بيك أهلاً يا ستة إزايك الحمد لله إزايك أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً إزايك إزاي السحر خلاص حاضر خلاص ماشي ماشي خلاص عم عشماوي عم عشماوي أنت مكشر ليه أنا مش مكشر والله اللي يشوفك عمر ما يكشر يا ربي يخليك يقدر يكشر يروح فين لواجه الحسن أنت أنا خليك من أيام ما كنا عملنا فكر ثواني فكر ثواني أيوة وكسب دقائي ديت أيوة أنت وقفة وإحنا وقفة زي ما أنت أنا وقفة هو لا وقفة زي ما أنت الزمن مامشيش عليك تا جاية تتكلم كلمتين ولا جاية نقطة لا بلا خلاص هي مرة واحدة هي مرة واحدة حكاية الزمن اللي هو بيقعد دا ما بيمشيش ممشيش معاك لا 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 اللي ممشيش معايا ليه أنا مطحنين في الدنيا وفي الإعدام وفي مشاكل الحياة لا 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 بس أنت بالصالح عن النبي أقولي بس أقولي بس سألنا يعني الموضوع مش موضوع شغل الموضوع أنت من جوه ما هو أنت السماحة بين على وشك الحمد لله والله يوشك سمح ده من رضا ربنا والله يوشك سمح وراجل طيب الحمد لله الحمد لله بس أنت شغلك هو اللي بيخد بيخد الناس اللي هي اللي هي تستاهل الكلام دا يعني لما يكونوا حادي عمل حاجة لما بيسمع عشماوي بيبتعش طبعا لكن أنا وإنت والتاني والناس اللي هي ماشية مسالمة في الحياة طبعا وناس عارفة يعني عارفة الدنيا ماشية إزاي واتخاف الله مش هيخاف من عشما هيخاف منه ليه صحيح لأنه ماليش عنده حاجة أحلى حاجة قالها لي عم حسين أحلى حاجة قال لي أنا مزقتة وفرحان لأنه حاسس إن في عندي زباين جايين لي كتير قوي وإداية بتاكلني ومفسوط قوي زباين حيهلوا عليه ويشتغل وجايب معاه العدة بتاعته حاجات غريبة جدا أنا عايزة أعرف إيه دا الأول دا إيه الحاجات دي دا الحبل اللي بتشمل دا الحبل اللي هو بنعمله اللقطات بتاعت الأفلام دي اللقطات لكن مش الحقيقي هو الحقيقي هو هو بس يعني دي دي كور ليه بس هو هو يعني بس هو هو بنفس باللون الأحمر بنفس المواصفات دي حضرتك إن هو إن هو بيتحط في القابة البناء آدم أو السيت وبعدين بيتقفل وفي محبس بنقفل عليه بقف على الطبلية ونفتح دا بالنسبة للحبل دا بالنسبة للحبل والسلسلة اللي هي اللي بتحط في الإسماء الطبلية اللي هي الطبلية اللي هي هي قدمت اللي منفتح اللي هي قدمت اللي هي قدمت الفتيس الفتيس رقبتها نعمة وعملة زي النقابة نفرتيتو بندها الحاجة اللي هي تنسبها يو سلام وبتبص على رقبتها كمان وعملة زي نفرتيتو يعني أنت بتحترم أو بتحب أو الجمال طبعا يعني بتشوف الرقبة بتقول الله الرقبة ما هو بناء الله يحب الجمال جميل وبعدين الرومانسية اللي أنت وحضرتك بتقوله علاها ديت إحنا خدناها من زمان من أيام عبدالحليم حافظه وأيام الحاجات الوردة مش قولك الوردة البيضة بقى دي كان قديم قاود لا لا عبدالحليم حافظه أخدبالك يعني أنت كنت بتسمع عبدالحليم بعشق عبدالحليم بعشقه يعني أنت ممكن يعني ممكن عشماوي يغني لعبدالحليم لا أغني نصوتي ما ينفعش ده نصوتي جميل ده نصوتي يجيب التايهين ده سوبرانو دولة بفوروتي بفوروتي اللي هو مش هلق لا 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 تعالي تعالي أنا هغني أصلاً أنا عايزة أغني هنغني آه عشماوي يغني بتلموني ليه لا إله إلا الله عشان خاطر أعمل إيه أنا بقى أنت يبني عشان أغني عشان خاطر أنا فكرت النار ده جاييني نشوف مصلحة لا 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 أتخال مصلحة انت كي مصلحة لا 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 ما فيش مصالح لا 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 فيه حاجة تاني تخيلوا عم عشماوي الجميل ده هيغني بتلموني أنا حابتدي يلا أقول إيه أنا بتلوموني ليه آه آه إنت هتقول آه لا أنا اللي أقولي على أوراكي آه يلا بتلموني ليه بتلوم بتلوموني ليه آه بتلوموني ليه آه لو شفتم عينيه آه هل وين قدي إيه آه هتقولوا انشغالي وصد الليالي مش كتير علي ليه بتلوموني يعني 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 يا يا ياكو النجس مطحدفناش بالتوب برس الله لا 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 ده جميل انت عاطفي جدا بحب الجنس الجنس اللطيف لدرجة أتجاب ست مرات يا مدام وكل ما يتجوز واحدة سنتين تموت تفضلوا يتجوزها من هنا تموت من هنا معرفش إيه الأزرائيل بينتقم مني بينتقم مني فيهم صحيح والله خمسة ماتوا لسه واحدة بيعودوا معك قد إيه سنتين تلات سنين أربع سنين واحدة عادت عشرين سنة الأولانية أم الأولاد وبعد كده اللي أجيبها ما تتحملش القصة بتروح بالتكن على الله إيه القصة بقى أنا عايز أعرف القصة القصة دي خلاها على جنب معيد يا مدام يعني من الرعب يعني هل أنت عميش في البيت لا مش الرعب يعني دخلت عليها كده ده ما بيهمهاش في حاجة ما بيهمهاش في حاجة يعني ممكن تجيب ورد وتخش عليها قصد أقول أن أنت رومانسي الرومانسية قصد جوز خمسة ده ستة لازم تبقى حبيب قوي يعني ما أنا عايز أقول أنت راجل عندك إحساس يعني أنا روحك أقول لها بحبك في حاجة اسمعها أحبك كده بتبقى إحساس باللمس بالهمس بالنظراتي بالنفاتاتي الله رايق قوي يا عم عشماوي قوي أم عشماوي نعم يا فعلا احكي لي بقى يومياتك أو ذكرياتك أو اديني شوية حقائق عن الإعدام فضالة على فكرة عشماوي بتاعنا المصري هو اسمه مكتوب في جينيس بوك أوف ريكورز هو عدة الألف وسبعين صح؟ حالة أم روح عليها حالة أم روح عليها حالة ألس وسبعين حالة حالة بالنوع عليها حالة حالة بالنوع عليها حالة زي شرق كده شرق فهو دخل موصوعة جينيس صح؟ انبسطت طبعا يعني أنت كلما بيتزاوج زي لعيب الكورة يتجيب جوان يعني موكرت موصوعة جينيس ديت هبقى مليونير ولا هبقى حاجة أتبقى موصوعة جينيس ديت بناش يا شيخ ما خدش فيها فلوش فقى شهرة فقى شهرة بس أنك أنت العالم ونس اتصلت علي من كندا ومن أسوراليا ومن أنت فلان طبعا طب يا فرحيت أنا موصوعة جينيس بتاعتك ديت صح عامل بكي موصوعة جينيس صح يعني في العالم في العالم حد أزك أرواح في العالم انت أه أه أكتر واحد أكتر واحد وكنت مستاني تاخد ولا هتلا في زمان طب أنا عايز أخد معاك أعتبر أن أنا معاك صحينا الصبح ومعاك لغاية لما نخلص العملية اللي انت هتعمل صحينا الصبح بتعمل إيه؟ مراتك اللي هي عيشة مع مرات اللي هي عيشة تقول لها إيه؟ صباح الخير يا أمر يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم وعدنا مثلا براسين ثلاثة هي عشان بيعود عليها برضو لا مش معقول بيعود عليها الكلام يعني انت بتاخد على الراس قد إيه؟ بتاخد على الراس كام يعني كنا بناخد عشرين زمان يعني أيام فكر سوانا دي كان عشرين جنيه عشرين جنيه وبعدين خمسين وبعدين مية وبعدين يعني بقت مكافأة بقى سيبك من الحاجات دي سيبك من الحاجات دي دلوقتي أنا عايز أعرف بالزبط يعني إيه؟ صباحنا وصباح الملك اللي صباح الفل تقول لها صباح الخير الله صباح الخير ربنا يرزقنا ربنا يرزقك ربنا يرزقك طب بتبقى عارف بقى أنت ربنا يرزقك أنا رح لسا بقى ربنا يرزقك هي بعتولي يقولولي تعالى في كذا أروح المصلحة وحضر نفسي أولا رح المكان بعتولك مش بعتولي بعتولك هو أنا كل يوم أروح أه أنت كل يوم بتروح ما تعرفش أنت إيه؟ أنا بقى في الشغل تعالى أكلم عشان خطر في كذا كويس ربنا يرزقك ربنا يرزقك يبعتولي ها يبعت يبعتولك ها طلعت أيوة يبعتش قال في كذا 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 فيه كان من عد الأول بقى واحد اتنين ثلاثة أكثر حاجة كان ربع فيه عشرة مرة كان فيه عشرة مرة عشرة يا بيه قال لي عشرة عشرة يبقى كده في أبواب السمت فاتعت بقى زغرطت انت زغرطت في قلبي وأنا زغرطت زغرطت في قلبي ورجعت إيه بدا فيه عشرة 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 رجعت طبعا إيه بقى الخدب خلص بقى اللي معايا لا إنت عملت إيه طبعا أنا بقى بقى رجعت دا أنا خدت الأسماء وروحت على أساس سافر بكرة تروح تعدم هو بيقول لي بروح في ساحيتها لا بروح أه في أماكن كتيرة يعني في 10-12 مكان بروح أسيود بروح أه كويس إداني التعليمات إنت بتروح تعدمهم في حتتهم آه في مكانهم في مكانهم في مكانهم آه عايزة بس أعرف لما بتخش بيخش معاك اللي هو المساعدين المساعدين بالأعدام شنكة وحدد يا سيد كويس الأعدام اليوم بنروح بقى حجمين عليه إحنا والروح مفاكين حجمين آه حجمين بقى تخش له بطريقة بطريقة لنفك الحديد ونحزم بقى تحزم الإيدين آه الإيدين كده من هنا ومن هنا بيبقى داخل كده حتة واحدة كده خلاص خلصنا بيجي الشيخ يقول له أنت مبتلكش كلام معها خالص ما يتكلمش معها خالص المال نفسك في إيده بيقول مين يجولك؟ ده رئيس النيابة اللي هي تابعة لها رئيس النيابة؟ رئيس حتى مش المقبول السجن الرئيس اللي هو القضية تابعة هو نفسك يعني عايز حاجة هو مش قوله نفسك فيه قوله يعني عايز حاجة أفلان أو أفلانك واحد بيقول عايزة أصلي ركعتين واحد بيقول عايزة أشوات مية لأن الحياة روح عايزة استنى دقيقة في الدنيا عايزة استانى عايزة أشخة بسجارة عايزة أشخة بسجارة وحصى عايزة روح أشوف ماما لا ماما اللي ماما nikkad عايزة الصلي عايز يصلي طبعا ما نقدرش نقول حاجة بنخلي يصلي خلص الكلام يقف يقولك أنا عايز يا باش أنا عايز أولح سجارة في واحد قال كده واحد وأنا بقولك على الحالات اللي مرت شيل بتاع الطائية ديت ولع له سجارة وأخذ بال حضرتك هو عايز السجارة ما تخلصها طبعا ما خلصنا خلص الكلام هو عايز المعنى مش سجارة المعنى ان هو عايز الحياة مسك الحياة يعني في الدئتين دول الحياة الروح اللي عالز وجل خلق أهم شيء في الدولة الحياة الحياة والجنس يعني الروح والجنس لو هو ربنا عز وجل خلق البناء آدم وخلق روح دي غالية جدا وخلق فيه الجريزة علشان عمر الكون يعني الإنسان لما بيتجوز وهو بيبقى طالع شاب بيطلع عينه يتجوج ويطلع الحياة دي من بس عمر الكون عمر الكون وده ربنا عز وجل اللي خلق أحلى حاجة في الدنيا اللي هي الروح والجنس والمال تالت حاجة ما حدش ادى لك كدف قانوني كده وانت بها ده لا ما بقى داخل عمل حسابه ما بقى داخل عدنا وعدنا والله عمل بسورة وبتاع واللمة وبتاع عدين عد المساعد اللي معي قطع الخاتم ده من العام من الهل يعني خاتم زي ده كسره وكان هياكل صباح كان هياكل صباح ليه لانه مش عايز الموت مش عايز الموت مش عايز الموت مش عايز الموت انت بقى خلاص هما وقفوه كده وربطوه انت مالكش دعوة في الربط والزبط والحاجات دي كلها انت واقف انت مستني لما انا مستني يعني مجهز للحال ده دورك على الوزن اللي قدام اللي انا شايفه العملية الفنية اللي عندي انا علشان ممكن جدا ان هي ما تخنقوش اه يعني مجهز لطوله الجرح ممكن اقصر له يتخنق لانا لو ما تشنقش يبقى خلاص هو قدام لا لا ما خدش اعدام اعدام شنقن حتى الموت وبعدين ما تشنقش هياكل لا لا انا عايز افهم دي مش هو لو ما تشنقش ولسه في الروح لما وقع وفي الروح مش بيعفو عنه لا مفيش عافو لا اعدام شنقن بينك وسين حتى الموت حتى الموت انت عايط قبل كده اه عايط امتى بعايط من الحاجات المؤثرة اللي هي بشوفها اللي بشوفها في الافلام او بشوف واحد ظلم واحد يعني بتعايط في الفيلم اه من اللي اما الشغلة دي ما فقاش عايط يعني انت بتقولي عندما لوش قلب مثلا او هو قلبه جاهد او كده لما بشوف منظر مؤثر خد مولي حضراتي في اكتر تأثير من اللي قد دي دي مش تأثير ده شغلك دي انا عملت حاجة ستايل عليها اه 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 اما الطفل اللي هو بتاع اللي هو بتاع سوريا مثلا دي عباكي اه اه او ما بيكي عايط عشان انا عايط عشان وعايط تاني عشان يعني شوفي الدرجة اللي فيه فيلم بتاع خلي بالك منزوزو طبعا ده فيلم افراح وافراح وبتاعه مفيش مفيش حزب خالف ايه عارفة بكيت امتى امتى لما دخلت عشان المعربون وقالوا لها الدبا ومش الدبا وبتاع بطبالك اه او هي بترقص بترقص بتاعيه كاريوكا امم عايط انت اه بكيت لان كريمو عزك او منزل يعني هي كانت كانت ايه وبعد كده تتحكوا عليها كده بالموظر ده وهي طب ام عاشماوي مرتاتك لما بيموتوا بتاعيات عليهم لا 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 كده لا كده صريحة لا يبقى دوروا ما على واحدة تانية على طول في دماغي على طول صحيح ما عرفش هقعد مغير واحدة انا مليش دعب اللي هيحصل بعد ما تموت انا بتكلم لما طوع منك تموت اه وقت ماتت ايه خلاص ما بتاعياتش عليهم قولنا كلنا هنموت وكلنا اموات ولاد اموات وخلاص على كده يعني ربنا عايز كده اعيط وبعد ما عايط العيال هتنهار انا اعرف ان حضرتك عندك عيال كتير واحفاد انا عندي سمعة ربنا يخليلك وعندي خمسين حفيد خمسين حفيد اه طب بقول لي كم اسم منهم الاحفاد الحافظ كم اسم يعني عندي احمد وعندي اسلام ربنا خلي يا رب ايو اقول بقى بس البقى مش فاكره يعني البقى مش فاكره هو بطلقبط فيه مصر والله طب والولاد ما تزعلش يعني قوباك لا ما تزعلش اللهم عارفين يعني عارفين عارفين ان مثلا يجي حسين مثلا اقول ازاك يا احمد ايه يجي علي اقول ازاك يا احمد اخدامي بس ليه لانه الدنيا ومشاغل الدنيا والحياة اللي انا فيها الله يديك والفكر والتنصير والسينما والبتاع ايه خلاني اخدامي لك مركز انا مركز في حياة البلد ايه البلد دي ايه البلد دي اللي كانت هنروح مننا في نصيبة الحمد لله الحمد لله يعني انا ما عيشت عليه بس السياسة اتكلم فيها زي طيب انا عايز اتكلم في شغلي بقى شوية قال من نفكر سوان لغاية دلوقتي شنبك قسر صغر شوية اه وبيض كان الاول اسود وكنت بتطلعه كده جامد قوي انتش الهيئة طبعا هو بيضه طبعا مش زمن لا مش زمن مش زمن دي حاجة والاثران ده من يوم 25 يناير بقى قسر 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 والله ده اقنع اه انت يعني اياميها ايو ايو واخد بالك اا يعني دي اسباب سياسي اه اسباب سياسي اسباب سياسي اا ازباب سياسي يعني اís عشماوي او عم حسين فضال اه هوا مكسوف يقول ان انا طيب ومكسوف يقول ان انا اه باعاية كتير ومكسوف يقول ان انا بسمع ام بكلسوم ووردة وعبد الحليم وبغني، وبدندن في البيت اه ومكسوف يقول ان هو رومانسى وحبيب ومزواج اه انا بقول عنك اهو ما طبعا اللي أنا عايز أقولها ده اللي أنا عايز أقولها حبيب قوي يعني وقلبه طيب قوي وكتير قوي من الناس يقولك أنا قلبي طيب أنا قلبي أبيض أنا عايز أقول حاجة أكتر بقى إن الوش ده ما بيبص إلا إذا كان القلب مجدود مش مكرمش في ناس قلوبها آه بيضة بس بيقم كرمشة ومن كتر ما يعني لكن أنا متهيقل إن أنت قلبك أبيض من كتر الأحكاد يعني آه أنت قلبك أبيض ومفروض ومش مكرمش الحمد لله وفرحانة بيك النهاردة وربنا يرزقك رزق الحلال كفاية بس إن أنا قبل ما موت قبلت حضرتك لأن أنا شفت الزمال ربنا نخليك آه أنا فرحانة وبعرفتك النهاردة بعرفتكيش أنا قلت ميه بنتهى الدبلية بنتهى الله بنتهى عاموا لها دهية ربنا الحضرتك أه أه أما عشماوي أنا مش تمثيل والله ده ده من قلب إن أنا فخور إن أنا قبلت حضرتك إنت بقى الأجهزة دي هل إنت جربت مرة حاجة زي كده جربها إزاي يعني يعني مثلا تشوف طعمها إيه الطائية دي تلبسها إيه بتاع الآيس كاب دي هي دي آيس كاب ولا إيه لا دي الطائية اللي بتتلمس اللي هي بتغطي بها الوش اللي هي الأستك اللي هي اللي بعمل بقى الأفلام بتتحط كده فالدماء ده بعايز إني تصور عايز إني تصور معك سوك لا هتتصور إيه مع محمد لا 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 ما ديش دعو بيه بس هات العدة بتاعتك دي كلها أنا خايف أمسكها 하ه hide هات صور به piece صور به رحشة واعتقلي لـ ط الطفيق لأ حصل لنا الرعب وبصه آه شايفين آه ده جزاء جزاء اللي هيعمل اللي هيعمل الحاجةążى هذا والهمشي غلط آه هنجيب له برجلة مسلوخة والعاوه 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 وفي الآخر خالص بقى لمعمل حاجة فضيعة هنجيب لك عشماوي ublح هتبنى ديها في بتاع than آه هادبنى في البتاعات أيو في الكاميرا اشتركوا في القناة